السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وعافية توجوغ مع الوصفات تحت رمضان تحضيرات رمضان اليوم جبت لكم الطريقة التاعي لنحتفظ بها على الخبز اليابس أنا الخبز اليابس جامي نرمح نديرو توجوغ بهذه الطريقة البخوميار ميطود اللي هي لاشابلوغ كيما تعرفوا في رمضان نسحقوا بزاف لاشابلوغ نحتى نروح ونشروها كامل علش ما نخدموهاش في الدار بهذه الطريقة اللي نخدمها أنا كيفاش نخدمها نحن نحكم الخبز اليابس تاعي نقطعو قطعة الرقاق نحطوه في الفوق نحمروه من تحت ماشي بزاف ماشي حتى يتحرق تحمروه من تحت وتزيدولوه من الفوق على سنيوة ناشفة ما تديروه والو ومبعد تحطوه في الروبو بعد ما يبس لكم اللي حوي يديلكم هديك تحميرة تحطوه في الروبو ترحيوه وتحطوه في بلارات يكونوا ناشفين وتديرو عليه حبيبات الفلفل الكحل باش ما يغمل لكمش تحطوه في بلاسة ما فيهاش ونروح للوصفة التانية اللي هي وصفة تاع اجدادنا الوصفة تاع امهاتنا وجداتنا اللي كانوا يحضروا هازمان اللي هي وصفة البان بيغدو وصفة تاعي اليوم درت لها اضافة من عندي هاد الوصفة تاعي انا درتها على طريقتي لأول مرة على اليوتيوب ما يدوهاش واحد اخرين ومبعد يقولوا لكم انا هاد الوصفة تاعي هاد الوصفة تاعي بسكو البان بيغدو على بالي من بكري كاين كانوا يحضروا هناس المن بصح كانوا يحضروا بالحليب والافاني والسكر والبيض هادا ما كان بصح انا اليوم زيت له حبايا وغت يمدلو ماداق رائع وريحة ولا اروح دنك هنيا وش درت في البان بيغدو تاعي في الخالط تاع البيض درت حبا بيض مغرف كبير سكر وزيت كاس تاع الحليب وباطايا وغت بذوق الفانيليا وزيت لها الفاني خلط كلش وحكمت الخبز تاعي قطعتو خشين ماشي كي ما تديروه لانشابلو تقطعوه خشين ومبعد وش درت درت مقلة فيها مغرف 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 زيت الى ما عندكمش مغرف مغرف زيت هادا ما كان متعوموش المقلة تاعكم بالزيت ومبعد تتحكمو الخبز تاعكم جوزوه في الخالط تاع البيض متخلوش يقعد الداخل حتى يتشمخلكم قلبوه تلت تقليبات برك وحطوه ديغاكتومو في الزيت كيتحمر لكم التحت قلبوه يتحمر لكم تاني ومبعد تحطوه ديغاكتومو في تبسي هاكدك سخون دردرو عليه السكر غلاس ولا السكر كريستالي زي بلافاني انا خيرت نزوقه لكم هاكا كيما نزمن بسكر غلاس انتو ما تقدرو تديرو اضافة وحطوه خرا شوكولا كونفيتور كغامل سيتو بالكغامل خرج لي بنا رائعة ونديغيرا كم تاكلو في البنية ومبلوس لي يدخل مع هاديك الاضافة تعليها وقت وحد البنة مدت لي وحد البنة ولا اروح ومبلوس لي يدخل يقول لي وشراكي ديرا وشنو هاد الريحة وهي درت غير البن بغدو هاده ما كان شوفو كيفش يجي خفيف ونديغي الليبينية ولا السفنج ولا كيما نقولو احنا نقولو السفنج بالقبالية ولا الخفاف ووالا يجيكم بزاف بنين هاديك الحبايا وقت ستمدلكم بنا سباسيال انشاء الله هتجربو الاغوسات بهاد الاضافة تعي والليدي تعي وانشاء الله هنكون فكرتكم في هاد الاغوسات باش ما ترموش الخبز البيت تعيكم علاش ما نخدموش هاكا كيما امهاتنا وجداتنا ما كانوش يرمو الخبز كانو يستحفظو عليها بلغوسات هاكدا باغاي انغوسات هاكدا يفرحوا بها الاطفال وتجيكم بنينا بل بزاف معلية غينقولكم شاهية طيبة والسلام عليكم